السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم في محاضرة النهاردة بعنوان التداول باستخدام المفكرة الاقتصادية وده احنا هنا نستخدم التحليل الأساسي عشان ناخد قرارات البيع والشراء في التداول في المحاضرة دي هنعرف ازاي نستخدم المفكرة الاقتصادية وازاي بنتعامل معها حتى لو عندنا استراتيجية التداول وحتى لو بنستخدم التحليل الفني في التداول وطبعاً أنا برجح إن أنا لازم أعمل يعني ميكس أو لازم أجمع ما بين التحليل الاقتصادي أو التحليل الأساسي مع التحليل الفني لأن التحليل الأساسي هيعرفني الاتجاه العام للمنتج الدولار أميكي اليورو الاسترليني الأسهم هيعرفني الاتجاه العام ولكن التحليل الفني أنا بستخدمه علشان خطر أعرف إزاي أدخل أبيع واشتري إيه أفضل مناطق عشان أدخل أبيع واشتري للاتفاق مع التحليل الاقتصادي أو التحليل الأساسي يعني لو التحليل الأساسي بيقول إن الدولار متوقع أن هو يرتفع الفترة اللي جاية فأنا مش بدخل أشتري الدولار في أي مكان أنا بستنى التحليل الفني يطلع لي إشارات الشراق كويسة أو مناطق كويسة اللي أنا أبدأ أشتري فيها الدولار على المدى المتوسط أو حتى على المدى القصيد التحليل الأساسي بيعتمد المتدولين زي ما قلت لكم على نوعين من التحليل التحليل الفني والتحليل الأساسي التحليل الأساسي بيتعلق بالاتجاه العام للمنتج بيه القيمة الجوهرية للاستثمار لازم أحط في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية وحط في الاعتبار اجتماعات البنوك المركزية في الدولة لأنا قررت أشتري أو أبيه العملة بتاعتها أو إن أنا أعرف وضع السلعة دي زي الدهب إيه الأوضاع أو إيه العوامل اللي هتأثر على الدهب الفترة اللي جاية فالتحليل الأساسي زي ما قلت هو بيجي أها الزات أهمية جنبا إلى جنب مع التحليل الفني عشان يعرفني الوضع الاقتصادي زي أو الوضع الاقتصادي العام ماشي زي طيب إيه هي الإيكناميك كالندر أو المفقرة الاقتصادية أو التقويم الاقتصادي كل ذي مسميات لحاجة مهمة جدا لأن التقويم الاقتصادي أو المفقرة الاقتصادية هو جدوى الزمن للأحداث الاقتصادية والسياسية المرتقبة علشان تقيس قطاع أي أداء قطاع معين أداء يعني مؤشم بيساعدني عشان أعرف الاتجاه العام أداء أو اجتماع وأوقات اجتماعات البنوك المركزية لو في حديث مهم لعضو من أعضاء البنوك المركزية اللي هتأثر على تحركات المنتجات المختلفة سواء سلع أو عملات أو أسهم فهو تقويم مهم جدا 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 أن أكون فهم التقويم ده ماشي إزاي علشان كل مؤشر أو كل أحداث أو أي أحداث بتيجي فيه هي أكيد بتأثر على الأسواق المالية سواء بتأثر تأثير ضرعيف أو بتأثر تأثير قوي ممكن يكون الأحداث مش بتأثر بالشكل يعني حيلا على التداولات ولكنها بترسم زي ما قلت ملامح توجهات البنوك المركزية وملامح توجهات العمنة الفترة اللي جاية فالمؤشرات الاقتصادية أنا قلت أن التقويم الاقتصادي بيكون فيه مؤشرات اقتصادية بيكون فيه اجتماعات البنوك المركزية بيكون فيه حديث لأعضاء البنوك المركزية المهمة بيكون فيه لو حدث مهم اجتماع دول معينة وهكذا المؤشرات الاقتصادية بقى هي التقارير اللي بيتم صدورها عن طريق الحكومة أو منظمة ما داخل الدولة علشان تقيس قطاع معين يعني مثلا عندنا مؤشرات اقتصادية على قطاع التصنيع عندنا مؤشرات اقتصادية على القطاع الصناعي عندنا مؤشرات اقتصادية على بيانات التدخم ونعرف مع بعض يعني ايه بيانات التدخم فعندنا مؤشرات اقتصادية لكل قطاع من القطاعات المختلفة عشان في الآخر نعمل ميكس ما بينهم ويقيس مدى صحة اقتصاد الدولة دي لو الاقتصاد بتاع الدولة دي بالنسبة لمؤشرات اقتصادية ايجابية فده هيكون داعم للاقتصاد دولة دي وبالتالي الناس او المتدولين هيطلبوا العملة بتاعتها وبالتالي العملة دي هترتفع على العكس تماما لو في مشكلة سياسية لو في توطرات جيوسياسية لو في مشكلة ما المؤشرات الاقتصادية كلها مخيبة للامال كلها سلبية فده دليل قوي على ان العكس تماما اللي هيحصل وانها هيحصل حالة عزوف عن المخطأ وبتعاد المستصنوعين عن المنتج ده من ضمن المؤشرات الاقتصادية او من اول مقول المؤشرات الاقتصادية اللي هنهتم بيها نعودة وهو الناتج المحلي الاجمالي الناتج المحلي الاجمالي اللي هو مقياس على مدى صحة الاقتصاد بشكل عام هو بيمثل قيمة سوقية لجميع الخدمات والسلع في دولة الماء يعني مثلا لو انا هتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية فهو بيقيس صحة الاقتصاد الأمريكي بيقيس قيمة سوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات اللي بيتم انتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة زمنية معينة خلال الربع الأول، خلال الربع الثاني من السنة، خلال العام كامل فالناتج المحلي الإجمالي طولا ما هو بيسجل نموه طولا ما هو مرتفع فده دليل على أن الاقتصاد مكمل في النمو ومكمل في التحسن وبالتالي الطلب على العملة هيكمل في الارتفاع فلو لقينا أن بيانات الجي دي بي أو الناتج المحلي الإجمالي لقناها ان هي ايجابية وبترتفع وبتسجل نمو فده دليل على ان الاقتصاد ايجابي وبالتالي الطلب على العملة بتاعة الاقتصاد ده هدى ارتفع لان انا كمستثمر اجنبي لو لقيت الاقتصاد بتاعة الدولة دي بيسجل نمو والاوضاع مستقرة والدنيا يعني كويسة اكيد هروح اشتري العملة بتاعتهم او اكيد هتدور في الاصول زي المخاطر الموجودة في الدولة بتاعتهم اللي هي الاسم وهجزة فهكون محتاج عملة بتاعتهم وبالتالي الطلب على العملة هيزيد والعملة هترتفع فالناتج المحلي الاجمالي زي ما قلت هو مؤشر اقتصادي بيظهر ممكن على اساس ربع سنوي ممكن على اساس سنوي ولكن لازم البيانية تيجي ايجابية وتيجي منكملة في النمو علشان تدعم ارتفاع العملة العكس تماما لو جات سلبية او جات اظهرت طباطق نموي يعني الربع ده ارتفعت اه الناتج المحلي ارتفع بالنسبة اه 5% الربع التاني ارتفع بالنسبة 14% فواضح ان فيه طباطق في النمو ان هو طباطق من 5% في الربع الاول الربع وثمانية من عشة في الربع الثاني هتيجي تقولي ان هو لسه بيسجل النمو يعني لسه الاقتصاد بينمو بنسبة 4% هقولك بس فيه طباطق في النمو لان الربع اللي قبله هو ارتفع بنسبة 5% فكده فيه مشكلة محتاجة تأكد هل القطاعات اللي داخل الدولة دي بتعاني من أمر ما ولا ده مجرد فترة مؤقتة وهيرجع الناتج المحلي يرتفع من جديد مؤشرات مزيري المشتريات اللي هي في الولايات المتحدة هنا هتكلم عن الاسم يعني مؤشرات مزيري المشتريات مؤشرات مزيري المشتريات هي المؤشرات الاقتصادية اللي بتقيس مدى صحة القطاعات الأساسية القطاعات الأساسية احنا عندنا هنا أهم القطاعين من رائبهم القطاع التصنيعي والقطاع الخدمي فالقطاع التصنيعي والقطاع الخدمي بيكون في فعق ما بين الاسم في الولايات المتحدة وفي التاني اللي هو البي ام اي خلينا في الاسم الولايات المتحدة الأمريكية بيتم صدور فيها مؤشرات مدير المشتريات هذا زي ما قلت أنه هو بيئيس قوة القطاع ده قوة القطاع التصنيعي وضع المشتريات داخل القطاع التصنيعي فطولا ما هو بيزيد طولا ما هو مؤشر قوي على أن القطاع ده كويس وبيسجل نموه كويس وبالتالي هيكون داعم للقطاع وبالتالي برضو هيكون داعم للعملة الـ ISM مؤشرات مدير المشتريات سواء قطاع التصنيع والقطاع الخدمي الصادر عن الـ ISM اللي هو معهد أو إضابة الترويدات طبعا هو بيئيس الثقة العامة للشركات داخل الاقتصاد عنده مستويات مهمة في 50 طولا ما المؤشر فوق الـ 50 سواء في قطاع التصنيع والقطاع الخدمي عن الـ ISM دا دليل على أن الاقتصاد الأميكي أو القطاع التصنيع داخل الاقتصاد الأميكي قوي وأن فيه ثقة عامة للشركات داخل القطاع ده وبالتالي هيكون داعم لإستمار إدفاع الدولار الأميكي على العكس تماما طولا ما لو قسر الخمسين يبقى فيه انكماش يبقى فيه تراجع في الثقة يبقى فيه تراجع في المشتريات داخل القطاع وبالتالي دا مؤشر ووحش جدا عن أن الاقتصاد الأميكي ممكن يعاني الفترة اللي جاية وممكن يخلي البنك الفيدرالي أو البنك المركزي في الولايات المتحدة ياخد إجراءات عشان يدعم الاقتصاد بريعه وبالتالي العملة بتاعته هتتراجع بالنسبة لمؤشرات مذيب المشتريات بقى بشكل عام اللي هي ال-PMI من أحد الأسباب اللي مخلية مؤشر مذيب المشتريات هي أكتر المؤشرات الاقتصادية اللي بتقصى على تحركات العملة هو أنه بيتم صدوره بشكل شهري يعني الناتج المحلي الإجمالي زي ما قلت أنه بيتم صدوره على أساس سبع سنوي أو على أساس سنوي فإحنا بنستنى كل ربع سنة عشان نعرف هو مقارن الاقتصاد كان في ربع الأول مقارنة بإيه بالربع الأخير مثلا من السنة اللي فاتت وأن الاقتصاد في ربع الأول مقارنة بالاقتصاد في ربع الأول من السنة اللي فاتت فهو نلازم استنى نهاية الربع ولكن على العكس تماما مؤشرات مذيب المشتريات سواء ال-PMI في كل الدول أو ال-PMI في الولايات المتحدة وال-ISM في الولايات المتحدة انه بيتم صدوها بشكل شهري فهو بيخلي المتدولين يتابعوا حركة الاقتصاد بكل سهولة في كل شهر فلو حصل شهر وحصل فيه دروب ويه القطاعات المؤشرات دي نزلت تحت مستويات الخمسين فاحنا هنضطر نستنى الشهر الجاي لو لقينا الشهر الجاي لسه تحت الخمسين لا يبقى هنا فيه مشكلة بيعاني منها الاقتصاد بتاع الدولة دي وبالتالي هيرتفع حالة العزوفة عن المخاطرة هترتفع زعزعة المستثمرين في الاقتصاد ده وبالتالي هيحصل عمليات بيع قوية على العملات بتاعة الدول دي علشان خطر احنا مش عارفين الوضع هيكون عامل ازاي فهو ده الفرق او هو ده المخلي مؤشرات مدير المشتريات السعر بيحرك معها بقوة مقارنة بالناتج المحلي ولكن بشكل عام طولا ما المؤشر مدير المشتريات سواء قطاع التصنيم او سواء قطاع الخدمي اعلى مستوية الخمسين فده ايجابي للعملة وبيدعم العملة وبيدعم الاقتصاد لكن لو قصب الخمسين لتحته وصل 49 48 ايا كان طولا ما هو تحت الخمسين فده المؤشر على ان فيه كماش في القطاعات دي والقطاعات دي من اهم القطاعات اللي بترقبها البنوك المركزية علشان تاخد قرارات البيع والشراء بتاعتها طبعا في الفترة الاخيرة كانت مشكلة التضخم احد اهم المشاكل اللي كان بيبقى بها المتدولين كلهم وبترقبها الاسواء العالمية طبعا احنا عارفين مشكلة تضخم اللي عاينة منها الاقتصاد العالمي في الفترة الاخيرة ان بعد فتح ابواب تاني الاقتصاد بعد الكورونا وبعد اغلاقات الكورونا كان في حركة البيع والشراء لم تعد لمستويات ما قبل الكورونا حركة التصنيع لم تعد لمستويات ما قبل الكورونا في نفس الوقت ان السياسات القوية اللي تبعتها البنوك المركزية كانت سبب ان يزيد الطلب او يزيد انفاق المستهلكين بشكل كبير على السلع والمنتجات المختلفة فاكتشفنا ان عندنا حاجة مهمة جدا وهي ان المعروض من السلع قليل ولسه مرجعش المستويات ما قبل الازمة في نفس الوقت اللي الطلب عمال بيزيد فيه فظهر عندنا مشكلة مهمة جدا وهي مشكلة التضخم او مشكلة ارتفاع الاصهار قبل ازمة كورونا كان برضو مؤشر التضخم كان مهم جدا ان الناس ترقبوا علشان خطر طرف توقعات البنوك المركزية ولكن منذ ازمة كورونا وظهر ان مؤشرات التضخم دي يعني من اهم المؤشرات اللي بيعيبها الفدرالي الامريكي وكل البنوك المركزية عشان هي اللي بتحدد فعلا السياسة النقلية يعني ايه تضخم؟ يعني معدل ارتفاع اصعار طول ما مثلا السنائي دي دعونا افترض مثلا ان الموبايل كان بألف دولار جي السنة الجاية الموبايل في نفس الفترة لاناب 1500 دولار فكده التضخم يعني ارتفاع بكام بنسبة 50% ده مجازا يعني فا ارتفاع تضخم بنسبة 50% ده هل هو صحي ولا لا اغلب البنوك المركزية بتستهدف النطاق للتضخم او ما شايفينه انا التضخم الصحي انه يكون معدل ارتفاع الاسعار السنوية لـ 2% لـ 3% طبعا احنا وصلنا ان في 2022 ان التضخم في الولايات المتحدة وصل لـ 9% وفي دول كتير وصلت لـ 10% و11% فكان لازم البنوك المركزية تدخل عشان تمنع استمار ارتفاع الاسعار من ضمن مؤشرات التضخم هو مؤشر اسعار المستهلكين ده مؤشر من ضمن المؤشرات بتاعت التضخم بل يكون المؤشر الاساسي اللي بيترقبوا البنوك المركزية عشان تحدد المعدل ارتفاع الاسعار على رغم ان المتضخم لا يرتبط زي ما قلت مباشرة من ناتج المحلي الاجمالي ولكنه التضخم طول ما هو بيرتفع طول ما هو بيضغط على اداء الشركات طول ما هو بيضغط على المستهلكين طول ما هو بيضغط على بعدلات الانفاق وبالتالي يأثر بالسلبة على الاقتصاد فلو التضخم ما كانش فيه المستويات المنطقية اللي هو ما بين 2% لـ 3% لقنا اكتر من كده هيكون مؤشر على ان البنوك المركزية هتتدخل عشان تمنع استمرار ارتفاع الاسعار وبالتالي العملة بتاعته هذي لو لقينا ان التضخم عمال بيتراجع وعمال بيتباطع فيه نمو فده دليل على ان العملة بتاعت الدولة دي هتتراجع الفترة اللي جاية فمؤشر الـ CPI اللي هو Consumer Price Index اللي هو معشر اسعار المستهلكين من احد اهم المؤشرات اللي لازم نرأي بها في المفاكرة الاقتصادية في اي دولة علشان نحدد توجهات البنوك المركزية ايه الفترة اللي جاية وزي ما بنتكلم على مؤشرات التضخم في برضو منها مبيعات التجزاء مبيعات التجزاء ده بيضر يعتبر مؤشر من مؤشرات التضخم او مش مرتبط بالتباط مباشر بالتضخم ولكنه هو مرتبط اكتر بالانفاق بتاع المستهلكين ويعني صحة الاقتصاد بشكل عام لان مبيعات التجزاء هو الاصالات لجميع المتاجر البيع بالتجزاء طبعا لو مبيعات التجزاء اللي هي بتروح لتقرار التجزاء عاملة بتزيد دليل على ان في حركة في السوق في نشاط وبالتالي في صحة في الاقتصاد وبالتالي العملة طلب على العملة بيزيد عكس تماما لو رأينا مبيعات التجزاء بيضر بطع نموها او بتتراجع في الدليل على احتمالات تراجع الخفاض النتج المحلي او احتمال انكماش الاقتصاد وبالتالي تراجع العملة وزي ما قلت برضو في مبيعات التجزاء في الانتاج الصناعي فاحنا عندنا هنا مؤشرات القطاع التصنيعي عندنا مؤشرات القطاع التصنيعي اللي هي مؤشرات مدير المشطعيات ولكن في مؤشرات الانتاج الصناعي الانتاج الصناعي اللي بيتم انتاجه داخل الدولة من الانتاج المصانع والمناجم وبالتالي اي زيادة في الانتاج برضو هتكون زي ما قلت مؤشر على صحة الاقتصاد لو لقينا البيانات دي او المؤشرات دي عمالة بترتفع شهر عن التاني فده هيكون داعم للعملة في عندنا من احد اهم القطاعات اللي بنرأي بها بالنسبة للاقتصاد الاميكي خاصة هو بيانات الانف بي او بيانات التغير في التوظيف الغير الزراعي بيانات الانف بي الاميكي دي بتطلع اول جمعة في الشهر كل اول جمعة في الشهر بيانات زي ما احنا قلنا بينا من كلامها ان هي التوظيف يبقى هي عن قطاع سوق العمل لازم البيانات دي تيجي ايجابية علشان خاطر الفدرال يكمل في رفع الفايدة او البيانات دي لو جات ايجابية ده هيكون مؤشر قوي على ان قطاع سوق العمل بيرتفع او بيتحسن وبالتالي طلب على الدولار الاميكي بيانات التغير في التوظيف مش بتكون بيانات واحدة هي بتكون تلات مؤشرات مع بعض متوسط دخل الفايدة في الساعة التغير في التوظيف الغير الزراعي اللي هو الانف بي اللي هو بيقيس معدل التغير في التوظيف الشهر ده مسلا الاقصاد الاميكي ده في متين الف الشهر اللي جاي ده في 300 الف فده مؤشر قوي جدا على ان الاقتصاد على القطاع سوق العمل بيتحسن وبالتالي الطلب على الدولار الاميكي بيزيد زي ما قلت وبيطلع اول جمعة من كل شهر ديما تحركات اول جمعة من كل شهر تكون تحركات قوية جدا وعنيفة بسبب مؤدل التغير في التوظيف اخر حاجة معدل البطالة لان طول اما البطالة عمالة بتتراجع طول اما القطاع سوق العمل ايجابي طول اما هو داعم طبعا للدولار الاميكي ودعم لقرارات الفدرالي الاميكي ان هو مثلا يفعل فايدة او ان هو يدعم العملة اكتر ان هو يتسبب في ارتفاع قيمة العملة طبعا زي ما قلت هي بتطلع اول جمعة من كل شهر التقلبات بتكون قوية جدا عشان كده لازم نعمل ريسك مانجمنت او نعمل ادارة مخاطر قوية لو انا قررت ان انا ادخل اتداول خلال الجمعة دي عشان التأثير بتاع البيانات بتكون قوي جدا ممكن تكون البيانات ايجابية الدولار الاميكي يرتفع بقوة ولكن يحصل حاجة يخلي تراجع في نفس اللحظة اه فمهم جدا انا اعمل ادارة راس مال قوية جدا لازم نخلي بالنا برضو ان في شركات الوساطة في الفترة دي ممكن يكون فيه تقلبات زيادة وبالتالي فيه تسعف الفوارق السعرية يعني لو احنا اعتبرنا ان المتوسط بتاع اليورو دولار بالنسبة لي الفوارق السعري او نقطة ونص مثلا اتنين نقطة بالكتير ممكن نشوف ان هو في الفترة في الوقت ده ممكن نشوفه اتنين نقطة ونص تلاتة نقطة كمان دي شركات الوساطة المختلفة لازم نخلي بالنا نعمل قوي جدا بالنسبة لي التداول على الانف بي لان زي ما قلت هو بيقيس مدى قوة قطاعات وكل عمل احد اهم القطاعات اللي بيبقى الفترة للاميكي ولكن لازم اخلي بالي ان هو برضو اي اه بيانات سلبية او تخبط في البيانات ممكن نشوف ان مثلا بقى متوسط دخل الفرد في السعر ايجابي ولكن معدل البطالة بيرتفع في اللي هو سلبي فيحصل تخبط فيحصل ايتفاع وانخفاض في نفس الوقت طبعا اهم حاجة قرارات اسعار الفايدة وقرارات البنوك المركزية والسياسة النقدية فقرارات اسعار الفايدة زي ما انا قلت كل المؤشرات اللي انا قلتلكو عليها من البداية اللي هي الناتج المحل الاجمالي اه الاصعار المستهلكين التضخم اه الانتاج الصنوعي مؤشرات مزيب المشتريات بالقطاعات التصنيع والخدمي اه اه مبيعات التجزئة كل دي مؤشرات كل ما بتظهر بتساعدنا ان احنا ناخد او نتوقع القرارات بتاعة البنك المركزي لان البنك المركزي ما بيجي ياخد قرار رفع الفايدة او خفض الفايدة بيكون بناء على المؤشرات دي المؤشرات دي لو ايجابية فده دليل على ان الاقتصاد ايجابي وان الاقتصاد متحسن وبالتالي هيرفع الفايدة عشان يسيطر على ارتفاع الاسعار عشان يسحب السيولة من السوء يقلل المعروض وبالتالي يسيطر على ارتفاع الاسعار لقينا ان ما فيش اه يعني قطعات منكمشة وبتتراجع ان الاسعار المستهلكين بيتراجع ان في مشكلة ما فبيبدأ يخفض الفايدة عشان يشجع الاستثمارات وبالتالي يزود الانفاق ويرعم الاقتصاد بتاهم فانا من خلال مراقبة البيانات دي اضرح توقع البنك المركزي هيقرر ان هو يرفع الفايدة او هيقللها وبالتالي قرارة فايدة اكيد هيدعم العملة طبعا وهيجزب المستثمين الاجانب للدولة دي وبالتالي يزيد الطلب على العملة قرارات قفض الفايدة بالعكس هي هتزود الاستثمارات ولكن العملة نفسها هتتراجع علشان خاطر يشجع على الاقتراض ويشجع على الفايدة وبالتالي همش هيكون في طلب على العملة ايه اهم البيانات الاقتصادية اللي مفروض نرائبها في الولايات المتحدة عشان نحرف توجهات الفايدرالي الامريكي وقرارات الفايدة الامريكي الفترة اللي جاية طبعا قرارات الفايدة واسعار الفايدة التغير في التوظيف زي ما انا قلت في الانف بي اللي هي اقتعى سوق العمل ارقام التدخم من اسعار المستهلكين اسعار المنتجين كل بس بالاخص كمان اسعار المستهلكين مهمة جدا وطبعا احاديث محافظ الفايدرالي الامريكي جيران باون اهم الاحاداث في منطقة اليورو اللي انا لازم ارائبها علشان خاطر اتوقع اليورو وهي اطلع ولا ينزل اسعار الفايدة واجتماعات البنوك المركزية احاديث كريستين لاجارد ومؤشرات مذيبه المشتريات اللي هي بي ام اي اه على القطاع التصنيعي والقطاع الخدمي البيانات دي والاحاداث دي اول ما بتظهر بيكون تأثيرها قوي جدا على تحركات اليورو مقابل اغلب العملات اهم الاحداث اللي انا مفروضة رائبها في المملكة المتحدة اسعار الفايدة ارقام جيد بي او الناتج المحلي مؤشر اسعار المستهلكين مؤشرات مذيبه المشتريات بالنسبة لي اليابان طبعا المؤشرات الرائدة قرارات بنك اليابان ميزان التجاري لان طبعا اليابان من الدول اللي بتعتمد اقتصادها على الصادرات في المقام الاول فلازم برضو رئيس الميزان التجابي اللي هو الفرق ما بين الصادرات والواردات طولا ما اتساع الفرق ما بين الصادرات والواردات عملية زيد اللي هو يحصل فيه فائد في الميزان التجابي كل ده ما هيكون داعم لي الياباني طبعا الناتج المحلي الاجمالي والجي دي بي مهم جدا بالنسبة لكندا طبعا بيانات القطاع السوق العام المهمة جدا قرارات السياسة النقدية عمتا قرارات السياسة النقدية في اي دولة بتبقى مهمة جدا قرار الفايدة قرار السياسة النقدية فاي بنك مركزي بيكون مهم جدا وبيقص على العملة بشكل مباشر في لحظتها طبعا اسعار النفط لان كندا من الدول المصدرة للنفط فطولا ما اسعار النفط بترتفع طولا ما دا هيدعم الاقتصاد الكندي لان الاقتصاد الكندي بيعتمد على الصادرات في المقام الاول خاصة صادرات النفط فاسعار النفط لما بترتفع دا يدعم الدولار الكندي ويزود الطلب على الدولار الكندي اسعار النفط تتراجع كل تأسيس هلبي على الدولار الكندي بالنسبة لي أستراليا كده هم نتكلم على برضو قرار البنوك المركزية الميزان التجاري لأن برضو أستراليا من الدول اللي بتعتمد على الصادرات في اقتصادها بشكل قوي جدا أقام الناتج المحلي والتوظيف وبرضو نيوزيلاندا كذلك الأمر ميزان التجاري والناتج المحلي أسعى منتجات الألبان لأن طبعا يعني تعتبر النيوزيلاندا من الدول الرائدة في صادرات منتجات الألبان فلازم نعرف برضو المؤشرات اللي هي علاقة بالصدرات تغير في التوظيف كده انا اتكلمنا النهاردة عن يعني اجتماعات البنوك المركزية والتحليل الاساسي التحليل الاقتصادي ازاي مؤشرات الاقتصادية والمفاكرة الاقتصادية اي هي واهم المؤشرات الاقتصادية اللي بنوها اي بها ومعناها اي عشان نعرف تأثيرها هيكون ازاي على العملة على المدى البعيد زي ما قلت التحليل الاقتصادي مهم جدا ان انا قادر ان انا عامل منه دمج مع التحليل الفني عشان اعافل اتجاه العام للمنتج واشوف التحليل الفني على القطاعات على المأماكن المهمة اللي انا ابدأ بيها واشتري منها اتمنى ان انا اكون قدرت اضيف لكم معلومات جديدة النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته